بيبدأ المسلسل في حديقة عامة مع أم اسمها لورا واللي بتكون وغد أولادها الاثنين عشان تلعبهم وبتبدأ لورا انها تلعب استغمية مع بنتها الكبيرة إليزة واللي بيكون عندها سبع سنين فببص لورا بعيد لحد ما البنت تستخبه وبعدها بتاخد ابنها الرضيع إليوت وبتبدأ انها تدور على إليزة وبييظهر ان فيه غابة جنب الحديقة دي وبيكون فاصل بينهم باب حديد وبتصدم لورا لما بتلاقي الباب ده مفتوح وبتستنتج ان بنتها راح تستخبها هناك وبتبدأ لورا تنادي على بنتها بصوت عالي وبتكون مرعوبة عليها لحد ما بتلاقيها ماشية مع واحدة ست فبتخمن انها كانت بتحاول تخطفها وبتبدأ انها تزعق فيها تاكن الست بتهديها وبتقول انها لقت البنت ديها وكانت بتحاول تدور معها على أهلها وبتبدأ لورا تزعق في بنتها وبتهديها ست وبتقول ان كل الأطفال بيحبوا يستكشفوا الأماكن فبتعتذر لورا وبتاخد بنتها وبتمشي وبالليل بتكون لورا قاعدة مع ولادها في البيت وبتتكلم مع زوجها روب عن طريق الفيديو وبنعرف ان طبيعة شغل روب بتجبره يسافر ويسيبهم أوقات طويلة وعشان كده لورا هي اللي بتكون مسؤولة عن تربية الأطفال وبيبدأ روب يكلم بنته وبيلومها انها ثابت والدتها ودخلت مكان ما تعرفوش وبعدها بتاخد لورا التليفون وبتخرج من القوضة وبتتكلم مع روب وبتكون قلقانة من تصرفات بنتها خصوصا انها فضل تمشي مع شخص غريب لوحدهم مع انهم حذروها اكتر من مرة من الموضوع ده وبتكون خايفة ان بنتها تكون بتكرهها وعشان كده كانت بتحاول تبعد عنها لكن روب يهديها وبيقول ان الكلام ده مش حقيقي وتاني يوم بتوصل لورا بنتها إليزة على المدرسة لكن الطفلة بترفض انها تدخل وبتبدأ تسرخ وبتقول انها بتكره المدرسة وبيظهر ان لورا مستعجلة وعشان كده بتشدها وبتدخلها غصبا عنها وبتلاحظ المدرسة تصرفه الام وبتتدايق لحد ما إليزة فجأة بتسيب ايد والدتها وبتجري بعيد وبيظهر ان نفس الست بتاعتنبارح موجودة في المكان وبتكون رايحة توصل بنتها فبتطلب من بنتها تدخل الفصل وبتقف تتكلم مع إليزة وبتقدر في وقت قولها لتقناعها ترجع فصلها وبعدها بتروح تتكلم مع لورا وبيكون الاتنين مستغربين الصدفة اللي جمعتهم مرة تاني وبنعرف ان الستة دي اسمها إيملي وبتقول انها بتيجي كل يوم عشان توصل بنتها فلو وبنعرف كمان انها منفصلة عن زوجها وعشان كده هي اللي بتوصل بنتها للمدرسة وبتقول إيميل ان عندها خبرة مع الاطفال عشان كده قدرت تقنع إليزة ترجع المدرسة وبعدها بيجي تصل لورا من والدتها فبتمشي عشان ترد عليها وفي اليوم ده بترجع لورا لشغلها في مكتب المحامين واللي بتكون ثابته قبل ولادة طفلها إليوت وبتقعد تتكلم مع توم مدير مكتبها واللي بيرحب بها جدا وبيدلها توم ملفة قضية عشان تشتغل عليه وبيبلغها ان كل الموظفين هيصهروا سوى يوم الجمعة وبيارد عليها تصهر معاهم فبتقول لورا انها هتفكر وبعدها بتاخد ابنها وبتروح تقعد في كافيه وبيظهر ان إيميل كانت بترقبها وبتدخل الكافيه وبتسلم عليها وبتمثل انها مستقربة من كل الصدف اللي بتجمعهم وبتهارد عليها لورا تقعد معاها فبتوافق وبتبدأ إيميل تتكلم عن نفسها وبتقول انها راح تقاب الراجل عرفته عن طريق النات لكنه ما عجبهاش وعشان كده مشت على طول وبتقول لورا ان لسه فاضل ساعة على معاها خروج بنتها من النادي وبتقول إيميل ان بنتها فلوق قعدة يومين عند والدها فبيقرر الاتنين يشربوا حاجة ويعودوا يتعرفوا أكتر على بعض وبتبدأ لورا هتتكلم عن نفسها وبتكون متضايقة ان زوجها مسافر طول الوقت خصوصا ان بنتهم إليزا شخصيتها صعبة وبتحتاج مجود كبير وبيفضل الاتنين يتكلموا ساول وقت طويل وبالليل بيرجع روب من السفر وبيتفاجئ لما بيشوف إيميل في البيت وبيظهر انها كانت جاية توصل لورا ودخلت نايمها ودلقناها سكرت وما كانتش وعية لنفسها وبيسيبوا لورا نايمة وبيطلعوا يتكلموا وبيبدأ روب يتعرف عليها وبعدها بشوية بتفوق لورا وبتكون مرعوب على بنتها ودلقناها مش فاكرة اي حاجة عن اللي حصل فبتطب منها إيميلي انهم عدوا واخدوها من النادي وبتسلم لورا على زوجها وبتعتذر انه وصلوا لقاه في الحالة دي وبعدها بتودعهم إيميلي وبتمشي وتاني يوم بياخد الزوجين أولادهم وبيروحوا لحديقة وهناك بيبدأ روب يتكلم مع لورا وبيسألها لو قبل التوم ولا لا وبنعرف ان قبل زواجهم لورا وتوم كانوا مرتبطين وعشان كده روب بيغير عليها منه لحد دلوقتي فبتحاول لورا تغير الموضوع وبيكون الزوجين متفقين ان روب هياخد أجازة فترة عشان لورا ترجع الشغل وهو يقعد مع الأولاد فبيعتذر للورا وبيطلب منها تأجل للرجوع لشغلها فترة صغيرة وده لانه ما قدرش ياخد أجازة فبتتخانق مع لورا وده لانه دايما بيطلب منها هي للضحي ولكن في انها بتضطر انها توافق وبالليل بيقرر الزوجين يعزموا إيميلي على العشاء وبيعزموا كمان واحد اسمها ريتشل واللي بتكون والدة صديقة بنتهم واسناء ما الاربعة بيكونوا صهرانين يتكلموا بتصحى إيميلي على صوتهم فبتتوع إيميلي انها تطلع تنايمها وبدون ما حد ياخد باله بتاخد سكينة من المبخ وبتخبيها وردهرها وبعدها بتطلع قودة إيميليزة وبتبدأ تحكيلها قصة عشان تنام وبيشوفها روب وبيكون منباهر بطريقتها مع الأطفال وبتفضل إيميلي مع الطفلة لحد ما بتنام وبعدها تمسك السكينة ولكن مش بنعرف هتعمل بها ايه وبعد شوية بتنزل توضع الزوجين وبتقول إنها لازم تمشي عشان سايبها البنت لوحدها مع جلسة الأطفال وتاني يوم بتستغل كل واحدة فيهم من بنتها في المدرسة وبيتقابلوا في بيت لورا وبتحكي لورا عن علاقتها بتهم ولكن بتقول إن دلوقتي ما فيش أي حاجة بينهم أثناء ما هم بيتكلموا بيجي لورا اتصال من مدرسة بنتها وبتطلب منها تقابلها هي وروب فبيجري الزوجين على هناك وبيسيبوا ابنهم الصغير مع إيميلي وبيكتشفوا إن المدرسة لقت سكينة في شنطة بنتهم ولما سألت البنت قالت إن مش هلا حطتها وبيكتشف روب من كلام المدرسة إن بنته عملت مشاكل كتير للفترة اللي فاتت وإنها بقت عصبية جدا فبيداء إن لورا مش بتحكيله وبتكون لورا شايفة إن ده ممكن يكون مجرد تصرف متهور من طفلة ما تعرفش خطورة السكينة لكن المدرسة بتقول إنها قررت تعرضها على الفريق المختص بعلاج سلوك الأطفال في المدرسة وبتكون شايفة إن البنت أكيد بتمر بحاجة معينة هي لوصلتها لكده وبتبلغ الزوجين إن الفريق هيتصل بيهم ويحدد معاد زيارة لهم في البيت عشان يعرف أكتر عن تفاصيل حياتهم وبالتالي يعرف يحدد مصدر المشكلة عند الطفلة وبعد الاجتماع بيقعد الزوجين يتكلموا مع بنتهم لكنها بتنكر إن لها أي علاقة بالسكينة دي ولما بتحس إن والدتها مش مصدقها بتزعق فيها وبتقول إنها بتكرهها وبتحس لورا إن بنتها فعلا بتكرهها فبتخرج من المدرسة ويا منهارة وبيحاول روبي وقفها لكنها بتمشي وتسيبه وبعد المدرسة بياخد روبي البنت وبيرجع البيت وهناك بتكون إملي قاعدة مستنيهم وبيعرف منها إن لورا ما رجعتش البيت من وقتها فبيحكي لها اللي حصل وبتكون إملي شايفة إن لورا خبت علي مشاكل بنتهم عشان ما تجولوش مش أكتر ودل إنه طول الوقت مضغوط في شغله وبتدفع لورا وبتقول إنها مضغوطة بسبب كل المسؤوليات اللي عليها وبتارد على روبي قضي يوم كامل مع الأولاد ويسيب لورا ترتاح وأثناء ما هم بيتكلموا بترجع لورا للبيت فبتاخد إملي حاجاتها وبتمشي وبالليل بيقعد الزوجين يتكلموا وبتكون لورا خايفة إن بنتها تكون خادت السكين عشان تقز بها حد وبتقول إن الأولاد دايماً بيكونوا نعكاس لأهلهم وبتكون خايفة إن إليزة تكون شافت منهم تصرف معين هو لوصلها لكده ويقضوا معها يوم كامل عشان يسيبوها لوحدها تستريح وتاخد بالها من نفسها وفي نص الليل بتحلم لورا بكابوس وبتتخيل إن ابنتها مسكة سكينة ورايحها تقتل أخوات صغيرة وبتصحى من النوم في الوقت اللي روبي ياخد في الأولاد عشان يمشوا وبالليل بيجي لورا تصال من إملي واللي بمجرد ما بتعرف إنها قاعدة لوحدها بتقرر تروح تسهر معاها وبتعرف من لورا إن أصدقائها في المكتب خارجين يسهروا برا فبتقترح إنهم يخرجوا معاهم وفي الأول بتكون لورا رفضة تماما وخايفة أن روبي يعرف ويزعل خصوصا أن توم هيكون معاهم لكن إملي بتقدر تقنعها وبتبدأ لورا إنها تجهز وأثناء ما هي بتدور على جهاز ما تلبسها بتلاقي صندوق معين واللي بمجرد ما بتفتحه بتتدايق وبتقفله تاني بسرعة فبتستنى إملي إنها تخرج من القوضة وبتفتح نفس الصندوق واللي بيكون جوا أخبار جرايد عن طفل غريق في المياه فبتتأثر إملي جدا وبتبدأ أنها تعيط وبيظهر إنها مخبئة حاجة وبعدها بيوصل إتنين على المكان وبيبدأوا إنهم يشربوا خمرة لكن لورا بتقول إنها مش عايزة تشرب كتير وكمان عايزة تروح بدري وده لإن مع زيارة فريق العلاج السلوكي هتكون تاني يوم وبعدها بشوية بيوصل توم واللي بيظهر إنه لسه بيحب لورا لكنها بتحاول تتعامل معاها بجدية وبتقوم إملي تجيب حاجة يشربوها وبتحط إليهم هما الاتنين مادة معينة عشان يفقدوا السيطرة على نفسهم وبيبدأ التلاتة يرقصوا لحد ما لورا وتوم بيتعبوا جدا فبتأخدهم إملي الفندق قريب وبيظهر إنها كانت حاجزة غرفتين وبتدخل الاتنين قودة منهم وبتكون مستمتع باللي بيحصل وكأنها كانت بتخطط له من زمان وبتأخذ من لورا الإسورة بتاعتها وبترميها تحت السرير وبعدها بتفتح موبايل توم وبتصور لورا وهي نايمة وبتفتح شانطة لورا وبتسرق الفيزا بتاعتها وبعدها بتسيبهم نايمين وبتروح تنام في القودة التانية وتانيهم بتتصل بالاستقبال وبتديلهم بيانات الفيزا اللي خدتها من لورا عشان يخصموا منها تمن الغرف في الوقت ده بيرجع روبو الطفلين على البيت وبيستغرب لما بيلايه لورا مش موجودة فبيبدأ يتصل عليها وبيظهر إن إملي خدت التليفون عشان لورا ما تصحاش وبيبعت روب الرسالة صوتية وبتتصدم لورا لما بتصحى وبتخمن إنها خانت زوجها معتهم وبالرغم من إنها مش فاكرة أي حاجة لكن بتتداء من نفسها فبيسيب لاتنين توم نايم وبيمشوا وفي طريهم للخروج بتقف قيملة تتكلم مع موظفة الاستقبال وبتنتحل شخصية لورا وبتقول إن الإسويرة بتاعتها ضاعت في القودة وبتمثل إنها متضايقة عليها وبتقول إنها هدية من والدتها وعشان كده بتطلب من الموظفة أول ما يلاقوها يكلموها وبتدي لهم رقم روب عشان يتصلوا بين وفي الوقت ده بتطلع لورا تليفونها وبتتصدم لما بتشوف الساعة وبتعرف إنها تأخرت على اجتماع فبترجع للبيت بسرعة وبتكتشف إن فريق العلاج السلوكي مشوا لما تأخرت وبيكون روب مداء إنها اختفت فجأة بدون ما تقول أي حاجة وكمان فوتت اجتماع مهم جدا بالنسبة لحالة بنتهم النفسية فبتحاول لورا تبرر موقفها وبتقول إنها قررت تخرج مع أملي وشربت كتير فبتتوتر لورا وبتقول إنها نمت في بيت إيميلي لكنه مش بيصدق كلامها فبتحاول إنها تغير الموضوع وبتسأله عامله مع اللجنة فبيقول روب إنهم هيحددوا معات تاني ويكلموهم وأثناء ما هم بيكلموا بيجي لورا تصال من توم اللي بيكون صحي مش فاكر أي حاجة وعايز يعرف منها اللي حصل لكنها ما بتردش عليه وبيكامل روب كلامه وبيقول إنهم لازم يأجلوا الاجتماع لحد ما يرجعوا من السفر وبنعرف إنهم سافر تاني يوم وبتدخل عليهم إليزة اللي بتكون عايزة والدها يعمل لها حاجة في التابلت بتاعها وبتفضل تزن عشان يروح لها فبتتعصب لورا وبتزعق فيها وبيدق روب من أسلوب لورا مع الأطفال وبيكون شايف إنها مهما كانت مضغوطة ما ينفعش تطلع غضبها عليهم ودل إنهم مجرد أطفال وبعدها بشوية بتحاول لورا تعتذر لروب وبتقول إنها كمان متضايقة من نفسها وبتوعدوا إنها تاخد بالها من تصرفتها أكتر ومشا تذكر تاني وبيكون روب خاف إنها تكون زهقت من مسؤولية الأطفال لكنها بتطمنوا إن عمرها مزهقت منهم وإنهم أحل حاجة في حياتها وبيظهر إن فيه صحف شاب اسمه ليام بيزور إيميلي في البيت وبنعرف إنها وعدته إنها تديله تسجيل صوتي باعتراف واحدة عن جريمة عملتها عشان ينشره وفي الوقت ده بيقعد الزوجين سوا يتكلموا وبتتمنى لورا إن روب يفضل قاعد معهم على طول ما يسافرش تاني وبالذات عشان يكون جنبها في حال المشاكل الخاصة بإليزا فبيطمنها روب إنها مشكلة بسيطة وأكيد هتتحل بسرعة وبنعرف إن فيه جالسة أطفال جديدة هتيجي عشان تقعد مع الطفلين في الوقت اللي لورا هتكون فيه في شغلها وبيطمنها روب إن جالسة الأطفال هتخافف عنها الضغط وبيتفق الزوجين إنهم يسهروا سوا في البيت اليوم ده وده لإن معاد سفر روب هيكون تاني يوم وأثناء ما هم بيتكلموا بتوصل إيميلي وبتفكر لورا بإنهم حجزوا جلسة مساج ليهم في اليوم ده وبنعرف بعدين إن إيميلي هي اللي رتبت كل ده بدون علم لورا فبتخمن لورا إنها عملت كده وهي مش فوعيها وبتطلب إنهم يأجلوها لتاني يوم وده لإنها عايزة تقضي اليوم مع أسرتها فبتطلع إيميلي تليفونها وبتقول إنهم بعت لها صور لورا وهي معا في الفندق فبتتصدم لورا لما بتعرف إنه صورها وبتقرر تخرج معا عشان يلاقوا حل اللي بيحصل وبتضطر لورا تجدب على روب وبتقول إنها وعدت إيميلي يخرجه وإنها معندرس صحاب غيرها وعشان كده مش هينفع تسيبها تروح لوحدها خصوصا إنها وقفت جنبهم كتير آخر فترة وبتطمنوا إنها مش هتتأخر ولما ترجع يصاره سوا وبالرغم من إن روب يكون متضايق لكن بيسيبها تعمل هي عايزة وبعدها بيخرج البنتين سوا وبتحاول إيميلي طول الخروج إنها تحس لورا بالزنب ولكن بتراها غير مباشرة وبتبدأ لورا تفكر في السبب اللي خالها توم يصورها ويبعث لها الصور فبتطمنها إيميلي إن الموضوع بسيط وبتنصحها تستنى روب يسافر وبعدها تتصل بتوم وتطلب إنه يروح لها البيت وتتكلم معا بمنتهى الصراحة ويتفقوا إنهم ينسوا اللي حصل اليوم ده وكل واحد فيهم يكمل حياته بشكل طبيعي لكن بيظهر إنه لورا حسها بالزنب وبتبدأ تفكر إنها تحكي لوروب كل حاجة فبتحذرها إيميلي وبتقول إنه ممكن ما يقدرش يتقبل الموضوع ويقرر ينفصل عنها وبتكمل إيميلي كلامها وبتقول إنها لو اعترفت لوروب عشان ترايح دمرها مش أكتر ده يكون تصرف أنني منها فبتقتنع لورا بكلامها وبتبعت رسالة لتوم تطلب فيها إنهم يتقابلوا تاني يوم عندها في البيت وبعدها بتستعد لورا عشان تمشي فبتتخاني معها إيميلي وبتتهمها إنها شخص قنيني وده الإنها بتكتفي دايماً بإنها تحكي مشاكلها ومش بتحاول تعرف أي حاجة عنها وبتبدأ إيميلي إنها تعايت وبتقول إنهم اتفقوا يخرجوا سوى اليوم ده عشان ده ذكرى وفاة أخوها الصغير وعشان كده مش بتحب تقعد اليوم ده لوحدها فبتتدق لورا من نفسها وبتبدأ إنها تعتذر وبتبرر موقفها بإنها مش فاكرة أي حاجة عن كلامهم لما كانوا صهرانين لكن إيميلي بتسيبها وبتجري على الحمام وبتبدأ إنها تخبط على المرأة الحد ما بتكسرها وبتتعور في إيديها فبتحاول لورا إنها تهديها وبتعالج الجرح وبتبدأ إيميلي تتكلم مع ناخوها وبتقول إنه مات من كذا سنة وإنها من وقتها مش قادرة تتجاوز اللي حصل لدرجة إنها بتتمنى لو هي اللي ماتت بداله وبسبب اللي حصل بترفض لورا تسيبها تروح لوحدها وبتقرر تاخدها معا البيت وفي الوقت ده بيجي الروب اتصال من الفندق وبيبلغون إنهم لقوا إسورة زوجته فبيتصدم روب ودلقناها حاكت إنها كانت بيتها عند إيميلي وبيستنتج إنه لورا مخبية على حاجة وبعدها بكم ساعة بيرجع الاتنين على البيت فبتسيبهم إيميلي يتكلموا وبتطلع تنام في الغرفة الإضافية لكن الحقيقة إنها بتقعد على السلم عشان تتنصت عليهم وبيواجه روب زوجته بنهم كلمه من الفندق وبيقول إنه فكر كتير وحاول يلاقي مبرر لكتبها وبيكون خاف إنها تكون على علاقة بحد فبتحاول لورا تبرر موقفها وبتقول إنهم تعبوا جدا وقرروا يبات في الفندق ولكنها خافت تقوله دل إن تكلفة الفندق كانت غالية وفي الوقت ده بتصحى إليزة على صوتهم فبتاخدها إيميلي وبتنامها وبتقول إنها تبعت والدتها تسلم عليها قبل ما تنام وبتنزل إيميلي وبتعرف إن روب لسه مش مصدقها وإنه سابها وطلع ينام وبتكذب عليها وبتقول إنها دخلت تتطمن على الطفلين ولقيتهم نايمين وبتكون قصدة تعمل كده عشان لورا ما تروحش تتطمن على إليزة اللي قاعدة مستنيها وبالتالي علاقتهم ببعض تبوز أكتر وتاني يوم بيمشي روب بدون ما يسلم على لورا وبتصحى إيميلي على صوت خناق لورا مع بنتها كالعادة وبتكون الطفلة متضايقة من والدتها ورفض إنها تسمع الكلام فبتدخل إيميلي وبتهدي لورا وبتقول إن البنت ملهاش علاقة بمشاكلهم فبتحس لورا بغلطتها وبتحاول إنها تعتذر للطفلة لكنها بترفو تتكلم معها وبتقرر إيميلي توصل البنت للمدرسة اليوم ده وبتقرر إيميلي استغلي اللي بيحصل لصلاحها فبتتصل بروب وبتطلب إنها تقابله قبل ما يسافر فبيروح يقابلها في المدرسة وبتقول إيميلي إن لورا متضايقة بسبب اللي حصل ومتضايقة أكتر إنه هيسافر وهم متخنقين وبتخمن إن ده هيأثر عليها وعلى أولاد وعشان كده بتعرض على روب إنه يروح لها البيت يصلاحها قبل ما يسافر في الوقت ده بيروحتهم يزور لورا في البيت حسب اتفاقهم وبيقول إنه هو كمان مش فاكر أي حاجة من اللي حصل فبتسألوا لورا عن الصور وبيستغرب لما بيلاقي صورها على تليفونه وبيكون برضو مش فاكر أي حاجة ولكن بيطمنها إنه يمسحها وبيقولتهم إنه ما كانش قصد يستغل اللي حصل وياخدها للقوضة وبيعتذر لو سبب لها مشكلة ومع ذلك بيصراح أنه لسه بيحبها ونفسه ويرجعوا لبعض لكن لورا بتبال عنه وبتفكروا إنها متجوزة وأثناء ما هم بيتكلموا بيتصدموا إن روب وايف قدامهم وسامعهم وبيظهر إنه سمع كل حاجة فبتحاول لورا تدفع عن نفسها وبتقول إنها مش فاكر أي حاجة ولا عارفة إزاي ده حصل فبيرد عليها روب وبيقول إنها بوزت كل حاجة بينهم ودمرت أسرتهم وبعدها بيمشي عشان يسافر وبيحاول تمنوا يهديها لكنها بتتردهم وتاني يوم بتتصل إملي بالورا وبتقول إنها فاضية وده لإن بنتها في له راح تقعد يومين عند والدها وبتارد على لورا تروح تقعد معها وتساعدها في مسؤولية الطفلين لكن لورا بتطمنها وبتقول إن الجاليسة الجديدة هتوصل تاني يوم وبعدها بتتصل إملي بالجاليسة الجديدة وبتقول إنها بتشتغل معها في نفس الوكالة وبتمثل إنها كانت بتشتغل جاليسة أطفال عنده لورا وإنها مرتحتش هناك ودل إن لورا ستة متعبة وعشان كده لما عرفت إنها تشتغل هناك قررت تنصحها فبتشكرها البنت جدا وبتقرر ترفض الوظيفة وبعدها بتروح لورا تاخد بنتها من المدرسة وبالصدفة بتشوف له وبتعرف إنها مستنية والدتها وبتستغرب لما بتشوف واحد رايحة تاخدها فبتروح لورا تتعرف عليها وبتعرف إنها والدتها الحقيقية وإن إيميلي تبقى جاليسة الأطفال بتاعت في له مش أكتر فبتستغرب لورا وبتتأكد إن إيميلي وراها سر وفي نص الليل بتسحى لورا على صوت جرس الإنذار فبتمسك عصايا وبتجري ناحية الباب وبتكتشف إن إليزة بنتها بتمشي نايمة وإنها فتحت باب البيت وكانت على وشك الخروج فبتفوقها لورا وبتهديها وتاني يوم الصبح وتبدأ إيميلي تتصل بلورا لكنها بترفض ترد عليها خصوصا بعد اللي عرفته عنها وبتحاول لورا إنها تتصل بروب لكنه بيبقى رفض يكلمها فبتسيب رسالة صوتية وبتقول فيها إنها مفتقدة وبتطلب منه يكلمها في أسرع وقت وبعدها بتنادي لورا على بنتها وبتطلب منها تجهز عشان المدرسة وفجأة بتسمع صوت صريخ إليزة وبتكتشف إن ريتشل وصلت لعندهم حسب معادها مع لورا لكنها لقيت الباب مفتوح فدخلت على طول وعشان كده البنت تتخضت وبدأت إنها تسرخ وبنعرف إن لورا هي اللي طلبت من ريتشل تيجي تقعد مع الأطفال عشان هي تروح شغلها وطلبت منها كمان توصل إليزة لأوتوبيس المدرسة في معاده وبعدها تاخد إليوت عندها في البيت لحد بالليل وده لإنها ما بيتش تصخ في إيميلي وبتعتذر لريتشل وبطمنها إنها تدور على جالسة تانية في أسرع وقت وبتلاحظ ريتشل إن لورا متضايقة وبتكون لورا على وشك إنها تحكي اللي عرفته عن إيميلي لكن على آخر لحظة بترجع في كلامها وبتقول إنها تعبانة مش أكتر عشان ما عرفتش تنام كويس وبتوصل لورا على أول يوم شغل لها بعد غياب شهور وبترحب بيها ماجي والدتها واللي بيظهر إنها بتشتغل في نفس المكان وبتبلغ لورا إنها عينة مساعدة لها اسمها ستيف وأول مهمة بتطلبها لورا من ستيفي إنها تبحث عن أي معلومات تخص إيميلي في الوقت ده بتوصل إيميلي على المدرسة وبتطلب من موظفة الاستقبال تدخل صندوق الأكل الإليزة وده لإنها نسيته وبنعرف بعدين إنها حاطت حاجة وهو الأكل ولإن الموظفة بتكون شافيتها معه مكتر من مرة فبتاخد منها الأكل بدون ما تشك في حاجة وبتبدأ لورا تفتكر حاجات بسيطة من اليوم اللي سهرت فيه برا البيت مع إيميلي وبيظهر إن فيه شاب كان مركز معهم طول الوقت وكأنه بيرقبهم فبتروح تتكلم مع توم وبتسأله لكن توم بيقول إنه كان ساكران زيها بالضبط وعشان كده مش فاكر أي حاجة وبعدها بشوية بتكون لورا في اجتماع مهم ولما بتخرج بتكتشف إنهم حاولوا يتصلوا بيها أكتر من مرة في المدرسة وبتتصل بيهم وبتعرف منهم إن إليزة تعبت جدا فبتجري لورا عشان تلحقها بدون حتى ما تستأذي إنها تمشي من الشغل وبتوصل للمدرسة وبتعرف إنهم كلموا إيميلي وراحة خدتها فبتترعب لورا أكتر بسبب اللي عرفته مؤخرا وبتجري على البيت وبتلاقي لورا لسه تعبانة وبتكون إيميلي قاعدة معاها وبتتخنق لورا مع إيميلي ودلقناها خدت الطفلة بدون إذنها فبتدفع إيميلي عن نفسها وبتقول إنهم كلموها من المدرسة ولما حاولت تكلمها عشان تبلغها ما ردتش عليها وبتحاول تعرف من لورا السبب اللي خالها ما تردش فبتواجهها لورا باللي عرفته وهي إنها ما عنداش أطفال زي ما قالت مجالسة الأطفال مخصوص عشان تقضي وقت أكبر مع الأطفال في الوقت ده بيجي لورا تصال من ستيفو اللي بتكون بحثت عن إيميلي واكتشفت إن ملاش أي سجل إجرامي وبيظهر إن إيميلي سمعت المكلمة فبتتخاني مع لورا إنها بتشكي فيها مع إنهم أصدقاء وبتقول إنها سابت كل اللي وراها عشان تروح تجيب الطفلة من المدرسة وبسبب كل ده بتحس لورا بالزنب وبتتأثر وأثناء ما بيتكلموا بيسمعوا صوت إليزا اللي بتكون لسه تعبانة فبتجري لورا تطمن عليها وبتخد عشان تنيمها وبعدها بشوية بتوصل ريتشيل ومعها إليوت وبتكون جايبة معاها حاجة يشربوها لكن إيميلي بتقول إن لورا مشغولة مع بنتها وبطريقة غير مباشرة بتطرد ريتشيل وبتقول إنهم مش محتاجينها تاني يوم ولما بتنزل لورا من عند بنتها بتبلغها إيميلي إن ريتشيل جابت الطفل وقالت إنها تضايقت من وجوده معاها طول اليوم وعشان كده مش هتيجي تاني يوم فبتستغرب لورا وبتدائي جدا وكمان بتجدب إيميلي وبتقول إن هي اللي جابت المشروب عشان يصاره سوا لكن بتمثل إنها متضايقة من لورا بسبب اللي حصل وعشان كده بتمشي ولكن في نص الليل بترجع لعندهم من تاني وبتقول إنها كانت مبسوطة بصداقتهم وعشان كده كدبت وقالت إنها أم في لورا عشان خافت يغيرهم وعملتهم ليها لما يعرفوا إنها مجرد الجليسة بتاعتها فبيقرر لتنين ينسوا كل اللي فات ويبدأوا صفحة جديدة وبتبدأ لورا إنها تتكلم وبتكون حاسة إنها بتخسر كل حاجة في حياتها خصوصا إن روب مش بيكلمها لحد دلوقتي ورافض تماما إنه يسمحها وكمان مش قادرة تركز في شغلها بسبب مشاكل الأطفال فبتمثل إيميلي إنها متأثرة وبتعرض إنها تساعدها في مساعدة الطفلين لحد ما تحل مشاكلها مع روب وتاني يوم بتبدأ إيميلي يتجاهز إليزة عشان المدرسة وبيظهر إنها الوحيدة اللي بقت تعرف تتعامل معاها وبتودعهم لورا وبتروح شغلها وبعدها بشوية بيوصل جوابات البريد وبتفتح إيميلي واحد منهم وبتعرف إن فريق العلاج السلوكي يحدد معاد زيارة جديدة تانيهم فبتتصل إيميلي بالصح في اليهم وبتطلب منه يجي في نفس المعايد عشان ياخد اعتراف لورا وبالليل بيتصل روب عشان يطمن على ولاده وبيبلغ لورا بإنه ناوي يروح يقعد عند والدته لما يرجع وبعدها بيطلب إنه يتكلم مع إليزا فبتاخد إيميلي التليفون وبتروح توصله وبيقول روب إنه راجع من السفر بعد كام يوم وبيطلب من إيميلي تبلغ لورا وده الإنونسي يقول لها وبعدها بتقعد إيميلي تتكلم مع إليزا وبتكتشف إنه لورا بتتنصت عليهم فبتمثل إنها بتحكي لها حدوتة وبتحس لورا بالغيرة لما بتلاحظ إن بنتها بتحب إيميلي أكتر منها وبعدها بتسيبهم وبترجع قدتها وفي الوقت ده بتستغل إيميلي الفرصة وبتطلب من إليزا تحكي كل حاجة بالدقيقة من والدتها للموظف اللي هيجي بكرة وتاني يوم بيخبط الباب وبكل يام راح يتكلم مع لورا وبمجرد ما بينادي عليها باسم كاترين بتترعب وبتقفل الباب بسرعة وبتتوتر جدا لدرجة إنها مش بتعرف تاخد نفسها فبتحاول إيميلي إنها تهديها وبتمثل إنها خايف عليها وبعدها بشوية بيوصل الموظف وبتبدأ إليزا تشتكي من والدها بسبب سفره الكتير ومن والدتها بسبب زعائها طول الوقت وبتكون لورا متوترة بسبب اللي بيحصل مؤخرا فبتزعب بنتها قدام الموظف واللي بيكون عمالي يساجل كل اللي بيحصل وبيقول إنه هيحدد معه تاني لما روب يرجع من السفر أما لورا فبتقرر ترجع الفندق اللي باته فيه وبطريقة غير قانونية بتقدر إنها تشوف كاميرات اليوم ده وبتعرف إن فعلا في شخص كان موجود ومركز معهم طول اليوم وبيكون هو نفسه صحف اليام اللي زرها في البيت فبتترعب لورا وبيظهر إنها بخبية سر كبير وتاني يوم بتروح الشغل وبتحكي لولدتها ماجي كل اللي قرفته فبتطمينها ماجي إنها تتصرف وهتحميها زي معملت زمان وبتقول إن اللي حصل ده ما كانش غلطتها وإنها كانت مجرد حدثة وبعدها بشوية بيجي لورا جواب على مكتبها من اليام واللي بيكون عايز يعرف منها تفاصيل الحدثة فبتترعب لورا وكالعادة بتجري على والدتها واللي بتأمورها ترجع البيت وتقفل على نفسها وبتطمينها إنها تتصرف وفي الوقت ده بيرجع روب للبيت وبتستقبله إيميل اللي بتقول إن لورا مجغولة في شغلها وعشان كده ما قدرتش تيجي فبيدق روب جدا وبعدها بشوية بترجع لورا وبتشوفهم هم بيتفرجوا على التلفزيون وبتستورب إن روب ما بلغاش بمعاد رجوعه بيلاحظ روب إنها خايفة وبتترعش وبيحاول يعرف السبب لكنها بترفض تقول أي حاجة فبيتعصب روب اللي بيكون ملاحظ إن تصرفاتها بدأت تأثر على الأطفال وعشان كده بيقرر ياخدهم عند والدته وبالليل بتصهر إيميل تتكلم مع لورا وبتطمينها إنها تفضل دايما جنبها عشان توافق تحكي عن موضوع كاترين ولكن بيظهر إنها بتسجلها على الموبايل فبتقول لورا إن اسمها الحقيقي كاترين وإنها زمان لما كانت طفلة كان عندها صديقة اسمها ميلي واللي كانت بتعاني من مشاكل كتير بسبب خناق أهلها المستمر وعشان كده البنتين كانوا بيحبوا يقضوا طول اليوم يلعبوا سوا ومش بيحبوا ويرواحوا البيت وفي يوم قرروا ياخدوا مركب لوحدهم في البحر ويوم هتفاجئوا إن جيسي أخو ميلي الصغير جاي معهم وبالغلط جيسي وقع في المياه وغيره وقتها لورا ترعبت وجريت على والدتها واللي أمرتها تنسى اللي حصل اليوم ده تماما وبعدها خررت إنهم يغيروا أساميهم ويهاجروا المدينة تانية عشان محدش إيزي بنتها ومن بعدها ما عرفتش أي حاجة عملي وبيظهر إن إيميلي متأثرها لدرجة إنها بتعيط وبتقول لورا إنها ما حكيتش الموضوع دل أي حد ولا حتى روب وتاني يوم الصبح بتصحى إيميلي بدري وبتشيل صورة إليزا من البرواز وبتحط بدلها صورة جيسي الطفل اللي لورا تكلمت عنه وبتسرق مفاتيح لورا وتليفونها وبعدها بتحضر شاي لهم هما الاتنين وبتحط مادة معينة لورا في الشاي بتاعها وبتسحى لورا من النوم وبتقول إنها ارتحت لما حكيت لإيميلي كل حاجة وقررت إنها تحكي الروب كمان وده إنها فكرت كتير وعرفت إن الصحفي ممكن ينشر المقال في أي وقت وعشان كده الأحسن إنها تقول لروب بدل ما يعرف من الأخبار وبتفضل إيميلي مركزة معها عشان تخلص الشاي بتاعها وفي الوقت ده بتكون ماجي قدرت توصل لرقم ليام وبتطلب إنها تقابله في مكتبها وبيظهر إن إيميلي كانت عارفة كل حاجة عن لورا من الأول وإنها حكيت لليام ولكن بدون ما تقول عارفت إزاي والحد دلوقتي مستني منها تسجيل باعتراف لورا عن جريمتها عشان ينشره وكمان وبتحاول ماجي توقف ليام عن اللي عايز يعمله وبتهدده إنها ترفع عليه قضية تشهير لو نشر المقال فبيستنتج ليام إن الموضوع حقيقي ونهم خايفين لكن ماجي بتهدده إنها تجبره يبيع الشقة اللي زوجته وابنه عايشين فيها عشان يدفع تمن المحام اللي يترافع عنه ومع ذلك ليامش بيتأثر بكلامها وبتخلص لورا الشاي بتاعها وبتبدأ إنها تدورة على التليفون فبتقرر إيميلي ترمي ما هي سخنة على أديها وتقول إنها تحرقت وبتطلب من لورا تطلع تجيب علبة الإسعافات الأولية بسرعة وبتستغل الفرصة وبتمشي وبتنزل لورا بالدوق تستغرب إنها مش موجودة وفي الوقت ده بتبدأ لورا تدوخ وبتحاول تفتح الباب لكن بتكتشف إنه مقفول بالمفتاح أما إيميلي فبترجع البيت وبتلمي الصندوق اللي سرقته من بيت لورا وبتديل اليام وبتقول إن التسجيل اللي معها اللي اعترف فيه مش كامل وبتطمنه إنها تاخد منه تسجيل تاني وتبعته له وبتشكره إيميلي إنه صدقها من الأول بالرغم من إنه ما كانش عندها أي دليل وبعدها بتتصل إيميلي بروب وبتمثل إنها منهارة بسبب لورا ومش مصدق إنها قدرت تعمل فيها كده وبتطلب من روب يجي عندها عشان تحكي له اللي حصل وبعدها بتجهز رسالة انتحار بإسم لورا بتقول فيها إنها ما قدرتش سامح نفسها اللي حصل وعشان كده قررت تنتحر وبيوصل روب لعندها فبتكذب إيميلي وبتقول إنه لورا هي اللي حرقتها في إيدها وإنها مؤخرا بقت عصبية جدا والتعامل معها بقى مستحيل وبتقول لروب إنه لورا محتاجة مساعدة من مختص وبتكذب كمان وبتقوله إنها رجعت لتوم وإنها بتخنوا معاه وبتمثل إنها خايفة عليهم وعلى مصلحتهم وبتستغل فرصة نهار روب وبتحاول تقرب منه ولما بيحاول روب يباد عنها بتقع عشان تتإيميلي وبيقع معها صور وبيعنات كتير عن قسرة لورا فبيستغرب روب وبيسألها عن سبب احتفاظها بكل المعلومات دي وبيظهر إنه بدأ يشوكي فيها فبتحاول إيميلي إنها تهديه ولما بتفشل بتقرر تعترف له بالحقيقة والمفاجأة إن إيميلي بتكون هي نفسها ميلي لكن روب مش بيصدق أي حاجة وبيحاول يتصل بلورا عشان يتأكد بنفسه وبيخاف لما بيلاقي تليفونها مع إيميلي فبتحاول إيميلي إنها تخنؤه لكن روب بيفضل يقوم فبتوقع إيميلي على الأرض وبتضربه على راسه وبيفقد الوعي وبعدها بتاخد رسالة الانتحار وبتهرب وفي الوقت ده بتقول يورا لسه بتقوم وبتحاول إنها تستنجد بقي حد وبتلاقي صورة بنتها تشالت وتحط بدلها صورة جيسي فبتستنتج إن إيميلي هي اللي عملت كل ده وإن هي نفسها ميلي وبعد محاولات كتير بتقدر إنها توصل للتابلت بتاعها وبتتصل بوالدتها واللي بمجرد ما بتشوفها في الحالة دي بتجري عشان تلحقها وبمجرد ما بتنهي لورا المكالمة مع والدتها بتكون إيميلي وصلت لعندها في البيت وبتاخدها وبتمشي وبتعدي كمان تاخد إليزا من المدرسة وبعدها بشوية بتوصل ماجي وبتلاقي بنتها اختفت وبتعرف من الصورة إن إيميلي هي ميلي فبتقوم رسيف تجيب عنوانها وبتجري على هناك وبتشوف روب اللي بيكون فقد الواعي فبتتصل بالشرطة والإسعاف وبيحكي كل واحد عن اللي حصل وبتخامل ماجي إن إيميلي هتاخد لورا عند المنارة اللي كانوا بيستخبوا فيها زمان فبتدي للشرطة العنوان وبتطلب منهم يدوروا على بنتها وحفيدتها هناك وفي الوقت ده بيوصل التلاتة عند المنارة وبتكون لورا لسه فقد الواعي وبيظهر إن إليزا قلانة على والدته ومش فاهمة اللي بيحصل لدرجة إنها بدأت تخاف من إيميلي لكنها بتهديها وبتقول إنها تاخدها للمنارة عشان يلعبوا سوا وبتعترف للطفل إن هي ووالدتها كانوا صحاب زمان وإنهم كانوا بتعودين يلعبوا في المكان ده وبيدخل اتنين للمنارة وبتطلب إيميلي من إليزا تستخبى في دولاب صغير هناك لحد ما والدتها تلاقيها وبعدها بتخرج إيميلي وبتقفل الباب ورعب حديدة عشان الطفلة متعرفش تخرج وبعدها بترجع إيميلي للعربية وبتسيب رسالة انتحار لورا وبتبدأ إنها تفوقها وبتخدها وبيخرجوا من العربية وبنعرف إنها عايزة ترميها في البحر عشان تنتقم منها أما لورا فبتكون مرعوبة على بنتها ولما بتحاول إنها تقاوم بتطلع إيميلي السكنة اللي معها وبتجرحها في إيدها فبتضطر لورا تنفس كل أوامرها وبتاخدها إيميلي عند البحر وبتجبرها تعترف بكل حاجة حصلت يوم الحادثة عشان تسجلها وفي الأول بتكون لورا ناسي أنهي اللي تسببت في قتل جيسي من كتر ما والدتها أمارتها تنسى اللي حصل اليوم ده وبنعرف إنه لورا وإيميلي قرروا يسرقوا مركب ويقضوا يوم في البحر ولإن لورا هي الكبيرة كانت هي اللي بتخطط لكل حاجة ويوم هتفاجئوا إن جيسي أخو إيميلي الصغير سمعهم وعايز يروح معاهم لكن لما بيشوف البحر بيخاف وبيكون عايز روح فبيخاف البنتين إنه يحكي لأهلهم وبيبدأوا يجبروا يروح معاهم ولما بيحاول جيسي يهرب بتمسكوا لورا وبيقعوا في الماء غصبا عنها فبتنطوا وراه وبتحاول تنقذوا لكن بتفشل وبعدها بتجري لورا على البيت وبتحكي لولدتها اللي حصل فبتقنع إنهم لازم يهربوا وينسوا كل اللي حصل أما إيميلي فبيخمن الناس اللي هي القتل تاخوها وبتبدأ معاملتهم لها تتغير للدرجة إنها بتعيش عمرها كله بدون صحاب وبالرغم من إن لورا بتعترف بغلطتها وبتقول كمان إنها حاولت تنقذوا لكن إيميلي بترفض تسمعها وبتكون عايزة تقتل لورا وبعدها تتجوز روب وتربي ولادها وبتحاول إنها تزقها في الماء لحد ما بيوعهم الاتنين إيميلي اللي بتكون فقدت الوعي وبتخرج من الماء وبتاخد لورا الموبايل اللي علي التسجيل وبترميه في البحر وبعدها بتجري تحضن بنتها في الوقت ده بتوصل الشرطة اللي عندهم وبعد فترة بنشوف لورا هي وسط أسرتها وبتكون والدتها قاعدة معيها وبيظهر إن حياتهم رجعت مستقرة زي الأول بعد ما تم القبض على إيميلي وبتتكلم ماجي مع بنتها وبتقول إنها مش ندمانة إنها أخدتها زمن وهربت ودلق إنها لو ما كانتش عملت كده ما كانش زمن لورا عندها أسرة وحياتها مستقرة زي دلوقتي وبالرغم من كل اللي حصل بتكون لورا مصرة إنها تزور إيميلي في السجن وبيظهر إنها عايزة تفتح معها صفحة جديدة لكن بيبان إن إيميلي لسه مش قادرة تسامحها على موت أقوها الجيسي الفيديو ده كتبته ميرنا ممدوح وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام